وطن منحازون للحقيقة أرض الحاجي عطايا ضمن 650 دنما ينوي الاحتلال صرقتها في جبل الرسان الوقع بين قرى كفر نعمي وراس كركر وخربثة بني حارث وفقا لتأكيدات مجالسها القروية نحن فجأنا من تقريبا عشر أيام بتوجه عدد من أليات الإسرائيلية لجبل الرسان المقابل لإلنا وقاموا بعمل تجريف في أراضي المواطنين قدر بـ 650 دنما طبعا هذه الأراضي جميعا مملوكة للمواطنين من أهل كفر نعمزة إدراس كركر وقرية خربثة وجميع هذه الأهل أرضهم معروفة تاريخيا يعني يوجد لديهم الوثائق وكل ما يثبت ملكيتهم لهذه الأرض وقامعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية صحاب الأراضي أكثر من مرة أثناء دفاعهم عن أرضهم وتصديهم لعمليات التجريف الإسرائيلية في وقت يؤكد فيه الأهل بقاهم على أرضهم مهما كلف الثمن لا يمكن انتزاعنا من أرضنا ولا يمكن أن يكون لكم موجود في هذه الأرض مهما كمعتم ومهما كتلتم ومهما بطشتم يذكر أن منطقة جبل الرئيسان تشهد اليوم نموذجا جديدا للمقاومة الشعبية السلمية في مواجهة سياسات التهويد الإسرائيلية على غيرار الخان الأحمر وبالعين وكفر قدوم وغيرها من المواقع النضالية نيزر حبش تلفزيون وطن وطن منحازون للحقيقة